كيف ترين مفهوم الرضا زي ما جي في كتباتك في توقيت وفي وقت الأزمات عموما؟ هو الرضا يعني يمكن أكتر رواية أنا حسيت أن أتكلمت فيها على مفهوم الرضا خصوصا من ناحية الفكر السوفي كانت رواية سبيل الغرق سبيل الغرق رواية بتتكلم على رحلة الإنسان وشعوره في الرحلة دي بأنه هو يطار في عقاب يعني في حاجة عملها غلط فبيتعاقب عليها ولا هو في رحلة كلها امتحانات فبيحاول أنه هو يوصل فيها في النهاية لأعلى درجة في الامتحان يعني فكانت النهاية بتاعت الرواية بتسيب القرارة يفكر هو بنفسه يطار إحنا في إيه؟ يمكن إحساسنا بالدنيا دي اللي احنا عايشين فيها إيه هي بالزبط؟ هل هي دنيا احنا عايشين فيها لأن احنا بنعاقب ولا هي دنيا احنا عايشين فيها علشان نكتمل علميا وثقافيا ونفهم أكتر وننضج أكتر ويمكن يعني نمتحن فبعد ما نمتحن يخلص نهازة نحنا وصلنا القوة أو وصلنا لمرحلة أعلى يمكن ده الفكر الصوفي عن متن والأنا عبرت عنه في رواية سبيل غرق فده بيوصلنا لفكرة الرضا لأن الرضا إحساس داخلي وإحساس عايز مجاهدة نفسية وما يعتمدش على الأشياء اللي حوالينا أو الحاجات اللي نملكها يعني مش مش شرط أكيد حددك شفت ناس عندها يمكن فلوس كسير وعندها كل المقاومات السعادة ومعندهاش أي سعادة خالص لأنه هو إحساس دي يجي زي ما نقول حتى الطمأنينة إحساس داخلي طيب يعني خليني أروح بقى سريع جاءه ده السبيل الغرق قدام المشاهدين الطريق البحر أعتقد أنه الفكر الصوفي بيطلع بنا من كمود المادة إلى عايز أقول روحانيات بنفتقدها وبنفتقد إلى هذه الوقت كيف نعيد للناس دكتورة رين هذا الجزء الغارق من شخصيتهم الجزء الضائع الجزء التائع إنجاز تعبيرك ممكن طبعا زي ما حضرتك قلت في البداية بالثقافة الكراءة الكراءة طبعا مهمة جدا خصوصا لو بنقرأ كتاب بيخلينا نفكر ونتساءل أكتر من أنهو بدينا إجابات يعني إحنا كتفينا كمصريين من الناس الكتير جدا بدينا قراءها وإجاباتها وكل أفكارها عن مواضيع كتير إحنا محتاجين أكتر حد يشجعنا على التفكير بس ويسامنا إحنا نجاوب يعني نفسي مرة الشعب يبقى ليه القدرة أنه يجاوب محدش يجاوب له فدي حد أحس إنها حاجة مهمة جدا التفكير الحاسة على التفكير والتفكير التأملي اللي إحنا بنبص الأبعاد كل الأشياء ومعرفة إن الفكر فكرة الحقيقة برضو عبرت عن فكرة الحقيقة دي في رواية مرش السياحي اللي هي بتتكلم على زوايا الزوايا المختلفة للحقيقة دايماً الحقيقة مش حاجة واضحة وأبيض ويسود زي الأخلام زي في كل واحد فينا زوايا طبعا بالزبط إحنا كل حاجة في الدنيا بنشوفها من زوايا مختلفة على حسب تجربتنا إحنا الشخصية وعلى حسب انتمائتنا دي دمرة واحد دمرة اتنين طبعاً محتاجين جداً ننكز على فكرة الهوية اللي مرتبطة بالتاريخ ومرتبطة بمقاومات الهوية المصرية اللي هي يعني احنا أنا حتى عملت عليها دراسة في كتاب عندي اللغة والهوية في مصر الحديثة مقاومات الهوية هي الجغرافية المكان نفسه التاريخ المصري بكل مراحله لازم نتصالح مع كل المراحل التاريخية في مصر بفعش أن احنا لازم نتصالح مع كل المراحل التاريخية كلمة مؤيانية احنا مش متصالحين خالص خالص ده أنا يعني بشوف ناس دكتور ريم احنا زورنا التاريخ انا بقولك متأخر انا صادم فقرائي انا لأنا انا قلت احنا تزوير لا يعقب علي القانون وتزوير التاريخ في كل بلاد العالم على فكرة مش احنا بس يعني احنا وكل بلاد العالم زورت مفيش بلد ما زورتش تاريخها مفيش بلد شالت مناطق هي مش عايزة تفتكرها لكن هي مشكلة عندنا ان احنا يعني انا حقول لحضرتك حاجة بسيطة جدا مثال بسيط لما حصل الموكب الرائع بتاع الموميات والنقل الموميات صحيح موكب رائع جدا لو حضرتك بسيطة على كمية الاستقطاب اللي كانت موجودة احنا كدوان مصريين لا لا عملناش ضعب كدوان مصريين احنا دولة اسلامية لا احنا دولة كبتية لا احنا دولة ده كل ده يعني ماينفعش في الوقت الحاضر لانه هو العصر اللي مصري فيه في القرن العشرين في بداية القرن العشرين المصري فيه اصبحت دولة تفكر وتقاوم استعمار كان العصر تقبل فيه المصريين وفكروا في كل الهويات دي يعني لسه كنت بعيد حديث عمله الكاتب الرائع يحيى حقي بيتكلم فيه على سهرة 19 وبيقول ان هو المصريين دول محطوطين فخلاط جاء بتعبير غير طبيعي يعني بعيد دايما نفس الحوار ده لان هو عبر عن الهوائي المصري بطريقة رائعة جدا نتصلح مع التاريخ الاسلامي والتاريخ الكبتي نتصلح مع التاريخ المصري القديم مفيش حتة نقول عليها دي مش بتاعتنا ودي بتاعتنا نتصلح مع التاريخ الحديث كله أسرة محمد علي اللي قدمته أسرة محمد علي يعني انا عايز اقول لحضرتك ان في رواية القطاقة حضرتك كلمت على رواية القطاقة الملك فؤاد اللي عمله للأثار الاسلامية تجديده لمسجد أحمد بن طلون يعني دي كتبت عنا في رواية القطاقة فعايزين نتصلح مع كل الفترات التاريخية في مصر ونفتخر بكل الفترات التاريخية في مصر لأن مصر بلد عظيمة جدا ومتميزة على مر التاريخ وفيش حد بيحكمها غير وهو لازم يديها نفسه كلها